انا يا جماعة دايما يعني من وقت تاني ودي عادة موجودة عندي من زمان ان انا كل فترة كده بحب اخش على جوجل بلاي وابدأ ادور كده يعني في الاماكن الخفية وفي البرامج اللي مش مشهورة قوي او اللي مش معروفة قوي على اقل بالنسبة لي يعني فدايما كن كل فترة والتانية كده بخش اعمل الحركة دي فبصراحة من كام يوم وقع في ايدي حتة دين برنامج هو بصراحة يعني لقيته عليه تحميلات كترة جدا فمن واضح ان البرنامج ده معروف يعني انا بس العبدالله يعني ما كنتش ع اعتقد ان في ناس كترة جدا برضك ما يعرفوش التطبيق ده التطبيق اي نزلته وجربته وبصراحة يعني احلى حاجة في البرنامج ده بصراحة بالنسبة لنا ان هو فكرني بايام زمان ايام زمان انا كنت بس يا جماعة عارفين البتاع اللي فوق دي اللي هي لستاتيوبار اللي فوق دي انا كنت زمان بحبك دايما اعمل حاجة اسمها روتس ما عارفش يعني 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 عارف عن روتس ولا اه حاجة كده باكسر بها حماية التليفون وكنت اغير شكل شبكة مثلا الواي فاي اللي فوق الشكل الب البطارية الى الاولان بتاعتها كنت بحب يقعد لعف الحاجات دي كده يعني بس يعني الحاجات دي كابلت عامل زمان ما عادش لحد خاص بقى مهتم الموضوع ده دلوقتي البرنامج ده بقى يعني بيقدم لحاجات كترة جدا فيه موزاك كترة جدا حلوة ومن ضمنها حاجة زي اللي فوق دي طب انت شا هو وقتين يا عام مشيته ايه البرنامج ده وايه الدنيا اللي فيه ده يبقى موضوع حاطة موضوع ده ان شاء الله بس يعني مش هفكرك طبعا ان ان انت لو استفدت مني حاجة وال برنامج عجبك ما تبخلش علي بان انت تدعمني عن طريق انك تعمل لايك للفيديو تعمل كومنت جميل زي كده هقرأ كل الكومنتات طبعا وبردك هسيب لكم لينك قناة التليجرام انسا فتحها جديد هسيبها لكم في صندوق الوصف او انت ممكن تخش على التليجرام عندك وتكتب بس في البحث شي توتك هزالك حاول تشترك في القناة هناك اني بنزل هناك تطبيقات يعني وبرامج والعاب وحاجات ما بعرفش نزلها هنا على اليوتيوب وبدون راغي كتير يلا بينا على الشرح يا ش طب يا جماعة انا جانا اطلاقوا بعد الانترو كالعادة نخش اعطوه في موضوع الحلقة بصوا يا شباب ده اسم البرنامج جوت اسمه سوبر استيتاس بار انا هسيب لكم برضو كل لينك تحميله فيه صندوق الوصف يعني طيب يعامل شيتو سريعا بقى كده البرنامج ده بيعمل ايه بصوا رجالة انت تقول له هنا كده اوبن طبعا هنا لسا منازلوك ده خالص انت هت يعني ايه هنا بيعرفك البرنامج بيعمل ايه كم ده كله انت اقول له مسلا هنا كده هنا مش عارف اي هنا هيتطلب منك صلاحيات هتديره هنا كده الصلاحات اللي هو عايزة ماشي وانا برضوك الصلاحات التانية هتخش هنا على هتيجي اسم البرنامج فين وهتديره الصلاحية بتاعته اللي هو عايزة طبعا الكلام ده بتعمل مرة واحدة بس طيب هو كده خلاص خد كل الصلاحات اللي هو عايزة نشوف بقى كده حاجة حاجة برنامج ده بيقدم لي ايه اول حاجة اللي هي جيتشار الجيتشار دي لو دغطت عليها بصراحة هي حاجة حلوة اول انا مثلا عندي هتكلم باللسبة لتلفونات في تلفونات سامسونج في اكتر من طريقة باخد بيها بس للاسف ما فيش يوم ولا طريقة عايزة اقول لكم ايه اللي هي سريعة كده وبتنجز يعني احنا عندنا مثلا لازم اتك على السهم التحت وزار باور او باي دي كده مثلا امشي على الشاشة او موكم تنزل من فوق من هنا كده في حاجة اسمها تك سكين شوت اللي هي دي يا جماعة اضغط عليها مثلا عشان اه اخد سكين شوت لناخد بالك كلها مش طرق سريعة اوي البرنامج ده بقى فيه حتة حلوة اوي هنا مثلا في السنجل تاب ط السنجل تاب دي انا او ضغط عليها هنا كده فهو هنا بصوا في اربعة بس اللي هو يعني يازم تكون شاري البرنامج انما كل الحاجات اللي بقى دي كلها فري فانت يعني ميش محتاج تشير برنامج ولا حاجة انا مسلا هقول له هنا هو هاختر مسلا مسلا سكين شوت طيب ده كده معانا ايه معناها ان انا بقول له لما اضغط على الستاتيو بار ستاتيو بار يا جماعة اللي هو الشريط اللي فوق ده اللي هو بيقافي البطارية والواي فاي والساع والحاجات دي كلها ده معنا الكلام لما نضغط فوق ده ده فدي بصراحة انا شايف من دي اسرع واحلى واجمل طريقة تاخد بقى سكينشوت طبعا انت موكم يعني انت برمجها لأي حاجة تانية بس انا باليسبالي بصراحة باستخدمها في موضوع سكينشوت ده لانه سهل جدا نضب بس بقى تفوق هنا على الستاتيو بار او زمانتو اخدين بالكو كده اخد معي سكينشوت عادي جدا فانت بقى موكم تعمل بقى اي حاجة يعني تختار اي حاجة من الحاجات دي كلها انا باليسبالي بختار سكينشوت طبعا انت موكم تجي برضو كنا في الدبل تاب وتختار برضوك اي حاجة انت عايزة اظن كده الفكرة وصلت لكم طيب عشان بس الفيديو ما يطولش يعني طب دي كانت اول حاجة الحاجة التانية هنا لها انديكياتور زي لو ضغطت عليها هنا كده مسلا طيب بصوا كده في حاجة فوق هنا اسمها سلايدر انديكياتور دي بتعمل ايه بصوا كده انا مسلا لو حركت يعني بصباعة كده فوق عندي الستاتيو بار هنا كده بصوا كل ما جاء حركوا مسلا اهو شايفين بصوا هموكم تقشوط حالكم انتم في القضاءة بس هتلاقوا فيه تحت اهو يعني شكل اللي هو الشمس ده والارقام بتزيد انا في الحقيقة كده الشاشة كده عندي بقيت البارتنس بتاعها مية في المية وكل ما جاء قلل يعني بصوا يعني ضل ما خالص انا ما اعتقد مش هزلوك ده في الفيديو يعني بس في الحقيقة هتبقى ظهرة معكم مش مهمة اوي بس دي للناس اللي بتحب مسلا ان هي يعني عن طريق الستاتيو بار عطول بسرعة كده مسلا اه جيتشار كده يمين وشمال يعالي اضاءة الشاشة او او يوطيها يعني فدي يعني كانت مزيتها مسلا طيب نخش بقى كمان الزبت بصوا بيدو حاجات دي بقى انتم بوكوا تخش تجربوا فيها وتعملوا فيها في مسلا اللي هو دي 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 يقول انت ممكن تغير الشكل الاشعارات اللي بيجي لك ممكن تجي لك زي الشكل الفوق الاخدر ده كده الشكل اللي هو ده يا جماعة خليك في اختار دية طب الفكرة كلية انا هندي له برضو كنا الصلاحيات هقول له هنا انزل تحت كده ادي له الصلاحيات بتاعته وقول له هنا كده الاو وارجع باك تاني هقول له ماشا هنا اوكي ادلو كل الصحات اللي هو عايزة لو ناخد بلنا يا جماعة شايفين شكل الستاتيو بار فوق بقى شكله عامل ازاي بقى ازاي بتاع الايفون شكله طحفة جميل رهي انا بصراحة انا عجيب من شكله يعني بصوا هو Fylestyl هنا هو مكتوب طبعا اللي هو اي او اس هو هنا في اتنين بس اللي هو ما بفلوس اللي هو one UI بتاع سامسونج انا كده كده سامسونج فلمش فارقة معي والتاني بتاع شاومي ده بفلوس برضو بس عندك بعد كده فوق اندرويد اتناشر بصوا لو اخترتو مسلا الشكل فوق اتغير اهو في بعد كده مسلا الشكل التاني اللي هو بتاع الاي او اس اللي هو بتاع الايفون هنا مسلا اهو ده اللي هو بصراحة انا بنسباني ده الجامد مش شان ايفون والله انا كده كده بحبش انا بصراحة بالنسبالي هختار الايو اس. بقيت الحاجات دي عشان تغير في الالوان والكلام ده كله لازم تشير البرنامج. فيعني لو انت بقى عابب انك تغير في الوان الايقونات اللي فوق الحاجات دي كمان. انت ممكن تخش تشير البرنامج وتغير فيه من التبويض بتاع الكلارز والكلام ده كله. ممكن تغير بقى كل شكل من الحاجات الفودي تغير اللون بتاعها وكده. طيب فيه مسلا اخر حاجة فينا اللي الباتري بار دي برضوك مش مهمة اوي يعني. دي مسلا تانية لو فعلتها قلت رو كده ناخد بالنا فيه شكل فوق ازرق زهر اوه. بصوا كده ما اقفل لكم تاني. فوق خالص اختفت اوه. بصوا كده فوق خالص هتلاقي فيه شكل ازرق زهر فوق اهو. ده اللي هو يعني البطارية فاضل فيها قدية ومش هنقدية. يعني مش مهمة اوي. فبصراحة البرنامج ده جميل جدا جدا جدا. انا هسيب لكم لينك تحميله في صندوق الوصف. وبس كده يا شباب كالعادة لو انت عجبك الفيديو واستفدت مني حاجة ما تبخلش عن تدعمني باللايك كومنت جميل زي كده هستنى لكومنتات بتاعتكم يا جماعة ارى كومنت وكومنت ان شاء الله. ويعني زي ما امتركوا برضو ده لينك لقناة التليجرام حاول تشتركوا فيها. هبنزل هناك صور وخلفيات وحاجات ما بنزلهش هنا على اليوتيوب. وبس كده يا شباب. سلام.